قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقس من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر أجواء غير مستقرة تراجع في دراجة الحرارة القصوى واحتمال بعض الزخات من الأمطار هي الوضعية الجوية التي يرتقب أن تمس المناطق الشمالية الوطن بداية من يوم الأربعة إلى غاية يوم الجمعة القادم بحول الله نعود الآن إلى توقعات التقس اليوم الثلاثة والبداية تكون كالعادة بصورة القمر الاصطناعي والتي توضحنا تمركز بعض الصحب وهذا على مجمل المناطق الشمالية وحتى الجنوبية من الوطن فيما يخص توقعات التقس صباحة الثلاثة الأجواء ستكون من صافية إلى مغشات وهذا على مجمل المناطق الشمالية للوطن بالجنوب الأجواء ستكون كذلك من صافية إلى مغشات وهذا على شمال الصحراء وصولا إلى غاية الجنوب الغربي غير أن الاستقرار والصفة يبقى يميز وسط الصحراء بالإضافة إلى زوابع رملية والتي ستنشط على وسط الصحراء فيما يخص دراجة حرارة الدنيا المسجلة لصبيحة الثلاثة ستكون نطيفة نوعا ما حيث ستصل إلى 15 درجة بوهران 16 بالجزر العاصمة سجل 14 درجة بعنابة 15 بتلمسان والبيض 17 بشلف وتزوزو 11 ببيتنا 13 بصطيف بالجنوب سيتم تسجيل 21 درجة ببشر 20 درجة تسجل بكل منطقة تمانرس وحتى تندوف 26 درجة بأدار 24 درجة تسجل بكل منطقة عين صالح وكذلك ورقلة والواد وما أقصى الجنوب بمنطقة عين قزان نمر الآن إلى توقعات التقصي ظاهرة الثلاثة تبقى دائما الأجواء من صافية إلى مغشة وهذا على مجمل المناطق الشمالية للوطن محتمال بعض الرعود المنعزلة وهذا على المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى للوطن بالجنوب دائما تبقى الأجواء من صافية إلى مغشة على شمال الصحراء وحتى على الجنوب الغربي مع بعض الرعود المنعزلة والتي ستنشط على شمال الصحراء وكذلك على الجنوب الغربي غير أن الأجواء ستكون مشمسة وصافية وهذا على وسط الصحراء بالإضافة إلى بعض الزوابع الرملية ستبقى تنشط على وسط الصحراء هذه الوضعية الجوية ترفقها درجات حرارة قصوى ستكون مرتفعة نوعا ما حيث سيتم تسجيل 28 درجة بكل من الجزائر العاصمة وحتى وهران سجل 30 درجة بعنابل بيض وكذلك سكيكدا 32 درجة باقسنطينة شلف وكذلك تيزي والزور باقسنطينة بقلمة وبسعادة بالجنوب سيتم تسجيل 36 درجة ببشران سجل 30 درجة بتندوف 43 درجة بأدرار 42 درجة سجل بيعين صلاح 35 بتمنص 30 درجة و37 درجة بألواد نمر الآن إلى اطلاع خفيفة على السواحل الوطنية حيث سيكون البحر وهذا على السواحل الغربية للوطن والبداية تكون من بنصف نحوها وعنص غانم سيكون بحر جميل إلى قليل اضطراب لكن وفق رياح مختلفة الاتجاهات إلى غربية تراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة أما على السواحل الوسطى للوطن وهذا من تيباز نحو العاصمة بومردس إلى غاية بيجاية سيكون كذلك بحر قليل اضطراب وفق رياح غربية إلى شمالية غربية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة أما على السواحل الشرقية للوطن وهذا من جيجا نحو السكيدا عن نابا إلى غاية القالة سيكون كذلك بحر قليل الاضطراب لكن وفق رياح شرقية إلى شمالية شرقية تراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة كالعادة ننهي نشرتنا الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزال العاصمة وبعض من ولايات الوطن هذا ما لدينا لحد الساعة مشاهدين الكرام دونتم في رعاية له وحفظه السلام عليكم لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسل ترجمة نانسي قنقر